ومن هنا أرجع بيكو مرة تانية على شرم الشيخ القمة العالمية للمناخ كوب 27 القمة الأكبر والأبرز والأقوى والأكثر فاعلية من أول ما بدأ الحديث على المتغيرات المناخية سنة 1992 ذهابا إلى كيوتو، باريس، جلاسجو، مصر إلى آخره وتنضم إلينا من شرم الشيخ مفادة التلفزيون المصري زملتنا العزيزة، سالي سالم، زاكية سالي سال خير عليك يا يوسف يوسف احنا موجودين دلوقتي في ميدان احنا موجودين يا يوسف في ميدان مهم جدا في مدينة شرم الشيخ وهو السوق القديم وساحة مسجد الصحابة ويعني مشاهدين يعرفوا قد ايه الميدان ده هو من أهم الميدان في مدينة شرم الشيخ واللي بيحرص الجميع على التقاط الصور التسكرية والتنزو في المنطقة دي وممارسة بعض الأنشطة واقتناء بعض المنتجات وغيرها النهاردة يوسف كان يوم أجازة في أجندة المؤتمر ما كانش فيه أي فعاليات في المنطقة الخضرة أو المنطقة الزرقى سوى بعض الحفلات والأنشطة في المنطقة الخضرة المفتوحة للجمهور ولكن على إطار القاعات سواء الفعاليات الرسمية أو الفعاليات الهامشية أو اللي بتقام على جانب الفعاليات الرئيسية ما كانش فيه أي فعاليات النهاردة وهي فرصة كبيرة لكل الموجودين في المؤتمر إن هم يقدروا يحرصوا أو يقدروا يقوموا بعدد من الأنشطة داخل هذه المدينة اللي هي مقصة سياحي كبير والجو يعني سامح بده بشكل كبير سواء في فترة النهار أو في فترة الليل الأنشطة البحرية الأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها وخليني أستعرض معاك دلوقتي يا يوسف حال هذا الميدان واللي بيحصل في دلوقتي بعض الوفود بتتواجد هنا بالفعل للمشاركة في هذه الأنشطة التنزه الميدان ده تحديدا أو الساحة دي تحديدا شهدت أعمال تطوير كبيرة سواء في المصارات الخضرة الموجودة أعمال الإنارة حتى الواجهات الخاصة بالمحلات التجارية الموجودة هنا الجميع بيحرص على التواجد في هذا التوقيت تحديدا لممارسة بعض الأنشطة التقاط بعض الصور التسكرية اقتناء بعض الهدايا علشان طبعا لما يرجعوا بلادهم تبقى حاجة من الذكريات غير كده كمان أنه السكان الأصليين ليه المدينة بيستمتعوا أيضا في هذا التوقيت بهذا الممشى بالأنشطة الموجودة فيه بالتقاط الصور التسكرية وغيرها يمكن الصورة بتوضح دلوقتي قد إيه أعمال التطوير اللي تمت هنا فيه الممشى إزاي السياح بيقدروا يمرسوا عديد من الأنشطة في هذا التوقيت تحديدا ويمكن ده اللي قامت بيه مدينة شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء تحديدا من رفع كفاءة الميادين والطرق الممشى السياحي اللي تم فيه أعمال تطوير وإقامة هذا الممشى المتواجدين فيه الممشى السياحي اللي موجود من خليج نعمة لسوق التجاري هنا الوسائل النقل اللي بتنقل المواطنين والوفود المشاركة بسهولة وبالمجان كل اللي بيتم فيه هذه المدينة هو في إطار التواجد وفي إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الصورة الجمالية لهذه المدينة الخضراء إظهار الفعليات والأنشطة عشان الوفود اللي كانت موجودة في المؤتمر هنا مجرد ما يخرجوا من هنا حيبقوا عايزين يرجعوا تاني خلينا أقولك أنه كان ليا بعض الأحاديث مع سائق التاكسي على سبيل المثال اللي يعني بيشكروا فعلا الدولة المصرية على استضافة هذا المؤتمر والتسهيلات اللي حصلت لهم وقالوا لي يعني بشكل شخصي أنه فعلا المؤتمر عمل حالة من حالات الرواج للسائقين أيضا المحلات التجارية الموجودة هنا المقاهي المطاعم وغيرها يعني موجود أكتر من 40 ألف شخص بيحضروا فعليات المؤتمر غير طبعا السياح الموجودين بالفعل في المدينة بعيدا عن أعمال المؤتمر كل ده بيصب لحالة الرواج التجاري حالة الرواج السياحي الموجودة داخل هذه المدينة ومش هنا بس في السوق القديم لا في الهضبة وفي سوه وفي كل الميادين اللي تم رفع كفائتها وزيادة المصارات الخضرة فيها يعني يمكن مدينة شرم الشيخ يا يوسف فعلا في الأونة الأخيرة أو في الشهور الأخيرة تحديدا من بداية الاستعداد لهذه النسخة من مؤتمر المناخ تم فيها تغيير كبير أنا صراحة من فترة كبيرة ما كنتش جيت شرم الشيخ ويعني مجرد ما جيت أنا بصراحة مبهرت باللي موجود مبهرت بالاستخدامات المختلفة اللي بتحصل داخل هذه المدينة سواء من الطاقة النظيفة سواء من التعامل من حتى الناس مع البيئة وغيرها يعني فعليات المؤتمر عاملة حالة من البهجة حالة من الأنشطة الثقافية والسياحية حالة من الرواج لسكان المدينة أو المتواجدين داخل هذه المدينة في هذا التوقيت من المؤتمر وطبعا هيبقى ليه مرضود بعد كده في السياحة لأنه احنا يمكن بعد اللقاءات اللي أجريناها داخل الفعليات وكان فيه ناس لأول مرة بييجوا شرم الشيخ هنا وبيشوفوا هذه التفاصيل داخل المدينة كانوا بيشوفوا حاجات يمكن على سوشيال ميديا أو على الانترنت لكن لما بيشوفوا الحاجة دي تحديدا على أرض الواقع الموضوع بيكون مختلف تماما وحالة من البهجة سواء عن السائحين اللي أول مرة ييجوا أو حتى المصريين اللي كانوا بييجوا شرم الشيخ قبل كده وبيشاركوا هنا في فعاليات هذا المؤتمر يا يوسف بكرة يوم مهم وهو يوم التنوع والمياه ويمكن مصر قدرت في خلال الأسبوع الأول أن هي تحصد العديد من التمويلات تحصد العديد من المبادرات اللي أطلقت سواء لمصر أو للقارة الأفريقية ده شيء أكتر من رائع هسالي أولا أشكرك طبعا على التغطية والقطات اللي قلتها لي دي بالنسبة لي كانت ملهمة جدا خيني الأول أشكرك زملتي العزيزة سالي سالي مفادة التلفزيون المصري من شرم الشيخ كوب 27 جمهورية مصر العربية هنا دعالي ناخد بالنا من حاجتين حاجة منهم واضح أن الجو هناك أكتر من رائع لو أنت لاحظت يعني سالي وياه بتتكلم كان فيه أطفال صغيرين ولاده وبنات لابسين صيفي فأنا من الناس التي تتوقع أن شرم الشيخ هتصبح منافس شرس كمصيف للسحل الشمالي وبالذات السحل الشرير ده مبدئية اتنين بقى ممكن يحضرني عطيها صديقي وزملنا العزيز مخرجنا كان بيفكرني بقى جملة قالها زملنا مخرجنا أحمد نبوي قالك أنا يا جماعة كنت مصور قبل كده السنة اللي فاتت شوتز كتير بالدرون ومش عارف إيه لشرم الشيخ تعارف إحنا في شغلينتنا لما بيكي تتصور الشوتز دي فبتتحول لستوك شوت بنستخدمها بعد كده في حاجات عايزين نعمل حاجة فيها ترويج سياحي عايزين نعمل برومو لشيئ ما أيا كان فبنستخدمها بتبقى موجودة عندنا بقى ستوك يعني عندنا مخزون كافي نقدر نستخدمه نبوي قالك أنا لقيت أن أنا كل اللي صورته ده وبالدرون خلاص ما بقاش ينفع يستخدم ليه بقى نبوي قالك شرم تغيرت 100% يعني مش فيه 80% حتى تغير ولا 90% 100% فهنبقى مضطرين نصور من أول وجديد شرم في ثوبها الجديد بالكلية تفهم من ده إيه؟ تفهم من ده أن مصر فعلا كل حاجة بتتعامل فيها دلوقتي بتتعامل بمنتهى الدقة وبتتعامل علشان استدامتها وأنها تتحول إلى حالة مبهرة فكر في بداية القمة لما قلت لك إن شاء الله القمة الجاية قاب 28 هتبقى في دبي بالإمارات العربية المتحدة قلت لك كده المهمة على أصدقائنا وإخواتنا في دبي أصبحت شديدة الصعوبة هتنافس إزاي اللي حصل في شرم الشيخ؟ هتبهرنا إزاي؟ هتنظم إيه أكتر من اللي تنظم؟ لكن يبقى اللوب والمركز الرئيسي لنتائج قاب 27 على الأقل حتى الآن خلاص النتائج بقت واضحة قمة التنفيذ بجد دي أول قمة العالم يلتزم فيها بتنفيذ التوصيات اللي اتعاملت في 26 قمة واتفاق فيما سبق من 92 ما فيش أي التزام سنة 2022 بجمهورية مصر العربية كانت قمة الالتزام وقمة التنفيذ في قاب 27 شرم الشيخة